هروح مع حضرتك لسؤال مهم جداً إحنا بعد ما السيدة بتولد هل ممكن ألام الظهر وألام العمود الفقري تفضل مستمرة معاهم وتحتاج التدخل الجراحي مثلاً؟ طبعاً الألام اللي هي اللي بتحصل في الفترة الأولينية بعد الحمل دي بنصبر عليها شوية وفترة لغاية إن هي دلوقتي ابتدت الحاجات اللي كانت مجدودة ترجع لوضعها الحوض ابتدى يرجع تاني لوضعه الأربطة العضلات الحاجات دي كلها لكن هي لسه ضعيفة فبتحتاج إن هي وقت علشان إنها تعمل سبورت تاني للعمود الفقري وإنها لو تقدر ترجع تاني بالتدريج للحركة والمشي بيبتدي الألم يقل في حالات طبعاً يعني ده أقطع كلام حضرتك ده طبيعي إنه بعد الولادة بيفضل فيه ألم في الظهر بس تقريباً وقتها قد إياه دكتور؟ يعني ممكن نقول الأربع تلت لست أسابيع الأولى ممكن يكون في بعض الألم موجودة لكن بتقل بالتدريج لكن في بعض الحاجات طبعاً يعني لازم ناخد بالنا منها لو الألم كان في ازدياد باستمرار ما تحسنش في خلال هنديره كمان بعد ست أسابيع أسبوعين تانيين شهرين الألم ابتدى يزيد في الرجل زيادة عن اللزوم غير ألم الضهر لو لقدر الله حصل تقل في الرجل وهي ماشية ده ممكن يكون قصة تانية أو لو مشكلة حصلت في البول أو البوراس طبعاً ما يكون بعد استبعاد الأجزاء مكان الولادة التقم والكلام ده كله طبعاً ما فيش أي مشكلة في الأماكن الخياطة والكلام ده كله يعني دي بعض الحاجات اللي هي دايماً مع أي مشكلة في الضهر بناخد بالنا منها يعني حاجات العامة يبقى لازم ندي نفسنا وقت بعد الولادة من أربع لست أسابيع تقريباً تقريباً دي محضرك بتقول عشان ندي نفسنا إنه إحنا خلاص رجعنا الوضعين الطبيعي وبعد كده نشوف فيه تأثيرات سلبية بزيادة أنا موجوعة بزيادة فأقدر طبعاً أروح لدكتور لكن علامة الخطر الأساسية يكون فيه تقل أو عدم تقل في الرجل يعني ويكنس أو إن الرجل تكون تقيلة أو فيه مشكلة ده من حاجات المهمة وحاجات الخطر اللي لنا كنت بنا منها أحياناً يا دكتور كتير من السيدات بتشتكي إنه في آخر فقرات ظهراء بيكون فيه ألم شديد ده ممكن يكون نتيجة إيه؟ طبعاً العمود الفقري بالنسبة للسيدات مع الحوض ليه تركيبة الحوض بالذات لشكل تاني لأنه بيكون معمول فيه حسابه إنه من قدام فيه المرونة والليونة الموجودة ومن وره فيه مفصل اللي بين العمود الفقر والحوض اللي بيسميه الساكروئيليك جوينت ده بيبقى أكتر مكان فيه الألم نتيجة أن التمدد ووسع الحوض أثناء الولادة أو أثناء الحمل بيبقى موجود فده بيبقى معظم شكوة السيدات اللي هو الألم الموضعي اللي موجود آخر أسفل الظهر وجنب العمود الفقري ده بيبقى السبب الأساسي بالإضافة طبعا زي ما قلنا العضلات الموجودة لما ارتخت العضلات بقيت ضعيفة شوية فما بترجعش هي لوحدها تاني تقوى لازم إحنا نبذل مجهود إنها تقوى تاني بعد الولادة أو بعد أي مشكلة يعني هل طريقة القعدة بتفرق فيه يعني وجع الفقرات الأخيرة في الظهر عند السيدات؟ طريقة القعدة بالنسبة لنا كلنا في سواء رجالة أو سيدات يفضل يكون على الكراسي العالية طبعا الكراسي المريحة اللطيفة اللي هي الصفة الوضعية اللي هي بتبقى منقفضة شوية بتبقى إلى حد ما بيبقى فيها أحيانا ألم معاها وخصوصا مع بعض الناس لو الوزن زيادة شوية أو فيه ألم من الأول يجي يقوم محتاج واحد أو اتنين يساعده إن هو يشده علشان يقدر يقوم أو يقف فده يفضل يكون الكراسي إلى حد ما عالية أو زي كراسي المكتب أو في البيت كراسي الصفرة لو فيه ألم أسفل الظهر يفضل الكراسي الصفرة والظهر يكون تسعين درجة طبعا لازم نبقاعدين بطريقة معينة ده تسعين درجة